بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الأعزاء أقدم لكم فيديو بعنوان مواجهة كورونا إعداد دكتور مصطفى يحيى أصبح فيروس كورونا يطاردنا في كل مكان فكيف نواجهه أولا أذكركم بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه أعراض الإصابة بفيروس كورونا يمكنك أن تصاب بفيروس كورونا بطريقة مباشرة من خلال الرزاز المتناسر من المريض أثناء العطاس أو السعال كما يمكنك أن تصاب بطريقة غير مباشرة من خلال لمس الأسطح والمواد الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العين وعند الإصابة بفيروس كورونا تظهر أعراض أساسية كالحمة والسعال كما يصاب بعض المرضى بعراض تنفسية أخرى مثل احتقان الأنف والتهاب الحلق وصعوبة في التنفس كما يصاب بعض المرضى بفقدان حستي التزوق والشم والإرهاق العام طرق الوقاية من فيروس كورونا هناك طرق عدة للوقاية من فيروس كورونا أهمها المدومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو بالمواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسل اليدين خصوصا بعد السعال أو العطس بالإضافة إلى المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات بالإضافة إلى محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف كما يجب ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مصابة بكورونا أو عند التواجد في أماكن مزدحمة كالشوارع العامة والعيادات والبنوك ووسائل المواصلات وأي مكان به ازدحام كما يجب المحافظة على العادات الصحية كالغذاء الجيد لرفع المناعة والرياضة والنوم الكافي كما يجب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل يديك جيدا بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية هل لديك أخبار سعيدة بخصوص فيروس كورونا؟ نعم فيروس كورونا هو فيروس سريع الانتشار قليل الفتك حيث أن 80% من المصابين بفيروس كورونا عندهم أعراض بسيطة وقد لا تظهر عليهم أعراض كما أن نسبة الوفاة من الإصابة بفيروس كورونا قليلة لا تتعدى 1 أو 2% على أرجح التقديرات بالإضافة إلى أن المحافظة على التباعد البدني والالتزام بوسائل الوقاية من فيروس كورونا تحد من انتشار العدوى بالإضافة إلى هناك عمل دقوب على إيجاد تطعيم وهو قادم في الطريق ولكنه سيأخذ بعض الوقت كما هناك بعض التجارب لتوفير أدوية خاصة بعلاج فيروس كورونا ونجح بعضها ولكنها كلها تحت التجربة كما أننا نأمل أن شهور الصيف قد تقضي على الفيروس بارتفاع الحرارة الشديد قد يقضي على الفيروس خاصة على الأسطح طيب تعمل إيه لو ظهرت عليك أعراض إصابة بفيروس كورونا أول حاجة وأهم حاجة وأهم حاجة تعرفها لازم تستشير طبيبك لو جات لك أعراض إصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب الخطوة الأولى عندما تحس أو تشعر بأن هناك أعراض إصابة بفيروس كورونا فأول خطوة أن تلتزم بالأمانة مع أصدقائك ولا تعرضهم للأزى وتلتزم التزاما شديداً بلفس الكمامة أو الماسك ثم الخطوة الثانية استشارة الطبيب أو أن نحن نكلم 105 وهيتم أول ما تستشير الطبيب لو شك الطبيب في إصابتك بفيروس كورونا قد يطلب منك إجراء بعض التحليلات منها CBC أي صور الدم وسيروم في الريتين مستوى الحديد في الدم وCRP والDH وD-Dimer والليفر انزيم هذه التحليلات هيتطلبها الطبيب وبالطبع متعملش أي تحليلات إلا باستشارة الطبيب المعالج وقد يطلب منك الطبيب أيضاً أشعة مقطعية على الصدر وما تعملش أي أشعة مقطعية إلا لو طلب منك الطبيب عمل أشعة مقطعية على الصدر في حاجات تخلي الدكتور يشك أنك مصاب بكورونا في بعض الحاجات تخلي الدكتور يشك أنك مصاب بكورونا فمثلاً لو وجدت في التحليلات أن عدد كرات الدم البيضة قليلة أو الخلايا اللينفاوية قليلة والفريتين عالي والاكتيد دي هيدروجينيز عالي والدي دايمر عالي وعندك أعراض إصابة بفيروس كورونا زي الصداع وتكسير في الجسم وكحة نشفة وإرهاق عام ارتفاع في درجة الحرارة كل دا بيخلي الدكتور يشك أنك مصاب بفيروس كورونا ولو عندك هذه الأعراض في التحليل وفي أعراض عامة بهذا الشكل يبقى حضرتك تعتبر نفسك مصاب بالكورونا إلى أن يثبت العكس وتأخذ الإجراءات الوقائية الصارمة بعدم الإختلاط بأي إنسان ولو أمكن تعمل المسحة لتأكيد التشخيص 100% فهتحاول تعمل المسحة وإن لم تتمكن من عمل المسحة فاعتبر نفسك مصاب بالكورونا وتعامل بالخطوات التالية تبقى أعمل إيه لو عندي هذه الأعراض والتحليل ظهر فيها أني غالبا في شك كبير أني مصاب بالكورونا أول حاجة في اللي هتعمله هو العزل المنزلي يعني إيه عزل منزلي قواعد العزل المنزلي قواعد العزل المنزلي أنك تختار غرفة منفصل عن باقي أفراد الأسرة ويفضل أن تكون مع حمام داخلي منفصل وأن تقوم بتهويتها بانتظام بالطرق المناسبة بالإضافة إلى أن لا تختلط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل وأن تمتنع امتناعا تام عن استقبال الزوار في المنزل وأن تستخدم هاتفك إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع أي شخص آخر في المنزل وأن تطلب من الآخرين أفراد الأسرة أو الأصدقاء القيام بالمهام نيابة عنك مثل شراء الطعام أو الدواء ويجب أن لا تغادر منزلك مطلقا وفي حالة وجود أي طارق طبي أو تطور في حالتك من حيث ظهور أعراض صعوبة في التنفس يجب عليك أن تتصل بالطبيب المعالج لك أو تتصل برقم 105 أو رقم 15-33-5 ودي الأرقام الطوارق الخاصة باستشارة حالات الكورونا ويجب السماح لفرض واحد فقط من أفراد الأسرة برعايتك وخدمتك ويتوجب على الشخص الذي يقوم بالاعتناء بك بارتداء قناعا للوجه وقفازات بلاستيكية كلما دخل إلى غرفتك ومن ثم التخلص منها بعد الاستخدام وغسل يديه على الفور بعد مغادرة غرفتك ويجب المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين مقدم الرعاية في جميع الأوقات باختصار هناك تمن إجراءات لحماية الشركاء خلال العزل المنزلي ومنها أن تعيش في غرفة منفصلة وأن تستخدم حمام منفصل وعدم التعامل مع الحيوانات الأليفة ومنع الزيارات المنزلية والتزام أداب السعال والعطس وغسل اليد بالصابون وعدم مشاركة الأدوات المنزلية والتخلص من المناديل في سلة المهملات وبعد ذلك الدكتور هيطلب منك الآتي في العزل المنزلي هيطلب منك تشتري جهاز نوبيولايزر من أي محل أدوات طبية وده جهاز بنستخدمه في عمل جلسات بخار لو حصل لا قدر الله صعوبة بسيطة في التنفس أما لو زادت صعوبة التنفس فتحتك حجزة في المستشفى كما يستلزم أيضا أن يكون بجوارك الترمومتر الزبقي ويتم تدريبك ويتم تدريبك على استخدام الترمومتر الزبقي في قياس درجة الحرارة حتى تتمكن بسهولة من استخدامه وتحديد درجة حرارتك وتتابع كل هذا الأمور مع طبيبك المعالج الدكتور هيطلب منك تشتري بعض الأدوية اللي ممكن تستخدمها في البيت وقوعى تجيب علاج من نفسك متجيبش أي علاج من غير استشارة الطبيب ممكن الدكتور يطلب منك أدوية زي التامي فلو ده كان دواء بنستخدمه في علاج بعض الفيروسات وهو آمن ودواء آخر اسمه بانادول وده باراستامول بنستخدمه في علاج الارتفاع في درجة الحرارة كما أنه مسكن آمن بالإضافة إلى أكتوزينك كابسولات زينك وده بنستخدمها عشان ترفع مناعة الجزم بالإضافة إلى فيتامين سي فوار أو كابسولات اللي تلاقيه وده أيضا بيرفع مناعة الجزم بالإضافة إلى كياس أسيطايل سيستيين فوار وده بيستخدم لإزابة البلغم لو في كحة ببلغم بالإضافة إلى أمبولات أتروفينت وده بنستخدمها في جهاز النيبيولايزر لعمل جلسات لتريح الصدر وتوسيع الشعب الهوائية بالإضافة إلى أوميجا سري كابسولات وده كابسولات بتأول مناعة أو أي علبة فيتامينات متعددة مش فارق أي حاجة زي ما يكتب ليك الدكتور بالإضافة إلى كابسولات إزيسرومايسين وده عبارة عن مضاد حيوي بيتم استخدامه لمنع الإصابة الثانوية بالبكتيريا نتيجة ضعف المناعة دي بعض الأدوية اللي ممكن الدكتور يكتب لك منها وأوعد جيب أي علاج من نفسك لازم الدكتور المعالج هو اللي يكتب لك هذه الأدوية بعد كده الدكتور هيطلب منك تاخد العلاج على النحو التالي ممكن يقول لك تاخد التيميفلو كابسولة كل 12 ساعة والباندول اللي هو الباراستامول 500 ميلي جرام أرسه كل 6 ساعات وأوكتوزينك كابسولتين صباحا وفيتامين سي 1 جرام كل 12 ساعة فوار كورسين فيتامين متعدد بعد الغداء وكابسولة أوميجا 3 كل 12 ساعة وكيس فوار أسيتايل سستيين 600 ميلي جرام كل 12 ساعة وأزيز سروميسين 500 ميلي جرام كابسولة كل 24 ساعة وبكرر تاخدش أي أدوية إلا باستشارة الطبيب وزي ما يوصف لك الطبيب العلاج هتنفزه في البيت وكل العلاج قائم في الأساس على رفع المناعة ويجب أن تكون روح المعنوية عالية ويكون عندك تفاؤل تكون عارف أن النسبة بسيطة جدا اللي بتحتاج حجز في مستشفى لا تتخطى الخمسة في المية لو كان عندك يقين إن شاء الله الأمور تعدي بسلام بإذن الله الدكتور أيضا هيبلغك لو لا قدر الله بدأ نفسك يدي وبقيت تكح باستمرار ابدأ فورا بإضافة القاتي مع نفس الألاج بمطابعة الدكتور تزود جلسات أتروفينت 500 ميكرو جرام بجهاز النبيولايزر كل 8 ساعات وممكن نزود أيضا 3 جلسات أخرى بخار بدون أي إضافات بالإضافة إلى تزويد جرع من الأستايل سيستيين اللي تصبح كل 8 ساعات بدل 12 ساعة بالإضافة إلى استخدام بلونة تحاول تنفخها عشان تحسن كفاءة الحواصلات الهوائية والساعة التنفسية للرئة والدكتور هينصحك أيضا لو أنت مريض ضغط أو سكر أو قلب أو كلا أو كبد التزم بالعلاج خاصة علاج السكر والضغط والتابع قياسهم بشكل مستمر مش محتاجين أبدا نقول أن الشيشة والسجاير ممنوعين منعا تاما وهينصحك وانت في البيت بلاش تاخد الدواء السيء السمعة اللي هو كلوروكين لأنه خطر خاصة أنك هتكون في البيت مش مستشفى لأن أثار الجانبية قد تكون عنيفة مع بعض الفئات من المرضى بإذن الله بإذن الله لو التزمت كويس بعد أسبوع على إن شاء الله ويمكن أقل كل الأمور هتروء والأمور هتبقى زي الفل بإذن الله وهيقول لك أيضا أن فيه نقطة مهمة لو تحليل الدي دايمر ده تحليل خاص بالسيولة كان عال يبقى عندك قابلية للتجلط أو عمرك كبير أكثر من خمسين سنة ممكن يزود لك في العلاج أسبرين أطفال 75 ميلي جرام 2 أرس يوميا وممكن الدكتور يضف لك وأعتقد الأدوية دي بدون استشارة الدكتور وممكن يضف لك بعض مضادات التجلط الأخرى لحماية الرئة من التجلطات الصغيرة المصاحبة للكوفيد وينتيم والمهم أنك تكون عارف أن في حالة الالتزام الكامل بكل ما سبق ولكن حدث تصعد في ضيق التنفس وقلة في الأكسجين ما فيش هزار هنا ما فيش هزار لازم حضرتك تتوجه لأي مستشفى على الفور لعمل جلسات دعم تنفسي غير تداخلي اللي بنسميها سيباب أو لا قدر الله قد يتطلب الأمر وضع المريض على جهاز تنفس صناعي لفترة لحين تحسن حالة الرئتين وخليك على اتصال دائم بالطبيب المعالج أو اتصل بمية وخمسة أو خمستاشر تلاتة وتلاتين خمسة وفي النهاية إخواني الأعزاء ده كل اللي قلناه هو إسقاط البروتوكولات العلمية على الواقع اللي تفرض علينا خلاص بدل ما تتوتر وانت بتدور على مستشفى تعزل ومش هتلاقي وبيتطلب منك تقعد في البيت وانت مش عارف تعمل ايه وربنا يزيح الغمة لأن طاقة النظام الصحي مستحيل تستوعب كل الحالات فنخليها ونوفرها للحالات اللي مستهلة بس وفي النهاية برضو بقول استعم بالله ووقع تخاف وتقلق عشان القلق بيضهور المناعة واشرب سوايل كتير على قد المستطاع مش هقل من ثلاثة لتر في اليوم ولو مش قادر ممكن تحتاج تعلق محليل بعد استشارة الطبيب المعالج والأكل يكون نركز على الخضار والفكهة والأكل الصحي على قد ما تقدر وابعد عن السكريات والدهون واحترس من الفراط في النشويات وكتير أوي كل خضار وفكهة وبروتين حسب استطاعتك حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء وأزاح الله عننا الغمة وأبعد عننا الوباء وتقبل الله شهداء كورونا من التواقم الطبية وأهلنا وأصدقائنا وكل الذين راحوا ضحية هذا المرض كما نسأل الله أن يشفي المرضى ويعيدهم إلى بيوتهم في كامل الصحة والعافية ويحفظ الجميع ويعيد لمصر الأمن والأمان دمتم في كامل الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته